مدينة إيبو، جوهرة ماليزيا المخفية بين التلال والجبال وجهة سياحية مميزة، تقدم مزيجاً رائعاً من التاريخ والجمال الطبيعي تتميز المدينة بأجوائها الهادئة، مما أجعلها مكاناً مثالياً للباحثين عن الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الجميلة في هذا الفيديو سنتعرف على أولاً أجمل الوجهات في إيبو ماليزيا ثانياً أهم المعلومات التي ستساعدك في رحلتك مثل الطقس، التكاليف، المواصلات، الفنادق، المطاعم وغيرها أولاً أفضل الأماكن واحد، الكهوف المذهلة تعتبر كهوف سامبيجو من أبرز المعالم الطبيعية في إيبو حيث تقع داخل جبل شاهق وتتميز بتشكيلاتها الصخرية الفريدة والمناظر الداخلية الخلابة يمكنك استكشاف هذه الكهوف الرائعة والاستمتاع بالإضاءة الطبيعية التي تخترق الممرات الضيقة مما يخلق جواً سحرياً ومهيباً تعد الكهوف مكاناً مثالياً لمحبي المغامرة والاستمتاع بالطبيعة البكرة بالإضافة إلى أنها توفر إطلالات رائعة على المناطق المحيطة من أعلى الجبل اثنان، حدائق تامان هيجانان تعرف حدائق تامان هيجانان بكونها واحدة من أجمل الحدائق في إيبو حيث تمتد على مساحة واسعة من المساحات الخضراء والمروج المزهرة توفر الحدائق مصارات مشي هادئة ومساحات مثالية للنزهات العائلية والاسترخاء كما تحتوي على بحيرات صغيرة ونوافير تطفي جواً من السكينة والجمال على المكان تعتبر هذه الحدائق مكاناً مثالياً للاستمتاع بالطبيعة والتقاط الصور التذكرية لا تفوت مشاهدة فيديوهات ماليزيا كوالالنبور بينانغ والروابط في الوصف ثلاثة، الشلالات الساحرة تعد شلالات كايلانغ من أجمل الشلالات في إيبو حيث تتدفق المياه بقوة بين الصخور الخضراء في مشهد يخطف الأنفاس يمكنك قضاء وقت ممتع في التنزه حول الشلالات والاستمتاع بالهواء النقي وأصوات المياه المتدفقة شارك الفيديو مع من ستسافر إلى إيبو معه ثانياً، أهم المعلومات لتخطط لرحلتك إلى إيبو واحد ما هو تقص إيبو وأفضل وقت للزيارة تتمتع إيبو بمناخ استوائي حار ورطب على مدار العام مع موسم أمطار يمتد من أبريل إلى أكتوبر تتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 30 درجة مئوية خلال النهر يعتبر فصل الشتاء من نوفمبر إلى مارس أفضل الأوقات للزيارة حيث يكون التقص أكثر اعتدالاً مع أمطار أقل مما يتيح لك الاستمتاع بالأنشطة الخارجية والجولة السياحية بدون انقطع اثنان، ما هي خيارات الفنادق في إيبو وما هي أسعارها؟ فنادق ثلاث نجوم توفر إقامة مريحة بأسعار تتراوح بين 100 إلى 150 دولار فنادق أربع نجوم تقدم خدمات راقية بأسعار بين 150 إلى 200 دولار فنادق خمس نجوم توفر رفاهية فائقة بأسعار تبدأ من 200 دولار ثلاثة، ما هي تكلفة تناول الطعام في المطاعم في إيبو؟ المطاعم المحلية تتراوح الأسعار بين 20 إلى 30 دولار للشخص المطاعم المتوسطة بين 30 إلى 50 دولار المطاعم الفاخرة تبدأ من 50 دولار للشخص لا تنسى أن تضع لايك للفيديو إذا وجدت فيه ما يفيدك أربعة، ما هي وسائل المواصلات في إيبو وكيف يمكن استخدامها بشكل اقتصادي؟ الحافلة المحلية وسيلة اقتصادية للتنقل داخل المدينة والمناطق المحيطة بأسعار تتراوح بين 3 إلى 5 دولارات التاكسي متاح بكثرة ووسيلة سريعة للتنقل مع تكلفة تتراوح بين 5 إلى 10 دولارات حسب المسافة الدراجات الهوائية خيار ممتاز لاستكشاف المدينة بطريقة ممتعة وصحية متوفرة للإيجار بأسعار تبدأ من 10 دولارات في اليوم اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد